من وهنا صغيرين دايما بنسمع في الإعلام وعن طريق الأفلام وفي السوشيال ميديا في كل حاجة إن المرأة دي كائن رومانسي عاطفي نوراني مخلص والراجل ده هو اللي دايما شرير خاين غدار إلى آخر وزئ بمفترس طب هل السردية دي صحيحة؟ إيه مدى تطابقها مع الواقع؟ والمرأة عايزة إيه من الراجل وبتختاره إزاي؟ هل هي فعلا مخلوق عاطفي كده رومانسي بيجيب لها ورود وقلوب وده بديد فبتحبه؟ هل ده حقيقي؟ العالم البريطاني بريفولت وده جرح بريطاني مشهور جدا وعالم انسيركولوجي ماد في الاربعينات من الكرن اللي فات حطلنا قانون اسمه قانون بريفولت وقانون هنا بمعنى هيبوسيس وليس سيوري يعني أطروحة والأطروحة دايما بيستدل عليها بقراءن يعني مش زي الماء يغلي عند مية درجة لأ ده موضوع تندس يبقى سيوري الأطروحة دي بتقول إيه؟ أول جزء من الأطروحة دي أن المرأة وليس الرجل هي اللي بتحدد قوانين لعبة التزاوك وده وضع طبيعي إحنا قولنا قبل كده المرأة هي الحارسة على بوابة النوع هي مندوبة طبيعة اللي بيحدد مين يتزاوج ويبقاله نسل ومين ما يبقالوش نسل والقاعدة بتقول أو القانون بيقول إن المرأة لن تعمل association يعني تخالط الرجل إلا إذا كان لها benefit مصلحة أو منفعة وهنا منفعة مش مقصود بيها فلوس لا المنافع أنواع المرأة كائن مركب جدا وليه احتياجات معقدة جدا فهو الممكن تبقى الموارد المالية المكانة الاجتماعية اللي هتخدها عن طريقه الـ capacity of fatherhood يعني قدرته عن هو يبقى أب ويرعى الأسرة ممكن الجينات لو هو وسيم أو شكله حلو عاوزة تستنسخ جيناته ويتطلع أطفال شكله كل دي اسمها benefit لغاية هنا متهيألي ده أمر مفهوم لأي حد ما اعتقدشي إن في حد ممكن يختلف على ده وإن كان طبعا لازم تاخد بالك إن ده عكس السردية للمرأة نفسها بتطرح إنها دايما لما بتجيلك بتقولك إنها حبيتك أو ريديو تبيك أو أي إن كان إن ده تفضل منها وده جد عنا وقرب منها إنما الحقيقة إن هو ده مش حقيقي إن إحنا قلنا المرأة هي نعكاس لقيمتك مش لأفعالك يعني هي لما بتطنعك إنها حبيتك عشان هي كريمة لا هي حبيتك عشان هي محتاجة حاجة منك عندك حاجة هتاخد منك حاجة والسردية اللي ده من تقولها إن لو أنا سبتك مش هتلاقي واحد تاني يتحبك زي وده طبعا سردية فرغة ليه لإن زي ما هي عايزة منك حاجة غيرها هيبقى عايز منك نفس الحاجة اللي عندك وده مفهوم اللي إحنا قلناه قبل كده إن المرأة نعكاس لقيمتك فالمرأة كائن واقعي برجماتي جدا في اختيار الزكر بعد ما هي تختار وبواقعية بقى ممكن تبتدي مرحلة الرومانسية تحط الكريزة على التورت إنما عمر ما التورتة كلها هتبقى كريز نهائي لازم يكون فيه تورتة وتورتة كويسة ومرضية وفي الآخر بقى هي تحط الكريزة بتاعت الرومانسية إنما المرأة كائن مش رومانسي من البداية لا هي عقلانية برجماتية مصلحجية مفيش واحدة أبدا بتتباهى إن حبيبها بيجيب لها دباديب وقلوب أو بيعملها بحنية أو حبيبها رجل طيب أو بتعرف بنا نهائي كلهم بيتباهوا بمكانة اللي بيحبوهم الاجتماعية بوسامتهم حتى لو مرغوب من الستات ده بتبقى ميزة بالنسبة لها إن هي الوحيدة اللي أخدته لازم يكون فيه مصلحة ما هتاخدها منك الجزء الثاني من القانون بقى هو اللي هيزعلك وهيصدمك وهيخليك تستغرب لأنه هو بيقول المرأة متى استنفذت مصلحتها منك أصبحت عاديم القيمة بالنسبة لها ومتى وعدتك بوعد مستقبلي في مقابل مصلحة ما هتاخدها متى تحقق هذا الوعد أصبحت أنت عاديم القيمة بالنسبة لها وإن مهما أنت قدتها في الماضي أو استثمرت فيها في الماضي كل ده لا يعنيها بشيء متى انتفت المصلحة منك واستنفذتك وعشان أبسطها لك اعتبر المرأة أخدك سلم أي إن كان بقى نوع الهدف يعني مثلا هي عايزة تخلف فمتى خلفت يبقى أنت خلاص ما لكش لازمة بتحبك مثل عاطفة انتهت يبقى أنت برضو ما لكش لازمة فهي أخدك سلم أو لما بتوصل لآخر السلم ده خلاص بقى لازم حاجة تانية تحصل هنشوفها بعد شوية هي ايه ودايما أنا بلاقي الناس اللي بتطلق وخاصة بعد فترة يقولك إيه ده معقولة بعد عشرين سنة إزاي أنا مش مصدق طب والعشرة طبعا هو بيبقى الانفصال حصل من زمان بس هو ما بيقراش ودا اللي من ضمن الحاجات الغريبة اللي ممكن تلاقي واحد متجاوز بقى له عشرين سنة بس ما يعرفش حاجة عن الستات مثلا ده شيء غريب جدا ما بقدرش استوعبه فهو الانفصال بيبقى حاصل من زمان ناقص بس توقيع القرار هي استنفذته من زمان ولم يعود له قيمة بالنسبة لها من زمان ونقص بس قرار القفز أو التقافز لعلاقة تانية أو القفز من العلاقة على حسب بقى التوقيت اللي هي بتختاره اللي هو يحقق أعلى فايدة مع أقل خسائر طبعا هو بيتصدم هو بيستغرب إزاي بعد العشرة دي يمكن لو حبيتها شبهها لك بتشبيه بسيط اعتبر المرأة رام يعني مزاي الهاردسك لا هي زاي الرام شد الفيشة كله طار وزي ما احنا قلنا ده هاي بوسيسز يعني قطروحة واحنا قلنا في الحلقة اللي فاتت اي قطروحة بتطرح هنا او في غير هنا انت عندك القدرة ان انت تطبيقها بالواقع لو لقيتها متمشية مع اللي انت بتشوفه حواليك خلاص يبقى صح خد بيها لو لقيتها مش متمشية ايه بقى ده كلام غلط لكن دايما الصد ما بتيجي من اللي انا شفته يعني سواء اصدقاء او غير اصدقاء ازاي يعني وتلاقيه قولك ان ساعة الطلاق لقيت في المحكمة واحدة تانية خالص قدامي غير اللي اعرفها هي الحقيقة هي ما عديتش محتاجاك فانت بتشوف الوجه الحقيقي بدون قناع الوجه الاخر لها لما المصلحة بتنتفي ولو ده اقت في الاغاني العاطفية هتلاقي دايما يعني قطع كبير من اغاني اللي بتعبر عن الراجل هو دايما بيتكلم عن فكرة الخيانة ازاي بعد كل ده بعد كل الحب ده ازاي تقفزت او قفزت من العلاقة بالشكل ده مش قادر يستوعبها بيبقى صعب على الراجل الاستيعاب ده لانهم ما يعرفش الطبيعة دي في المرأة على الوجه الاخر الاغاني اللي بتعبر عن لسان حل المرأة بتتكلم عن ان هي عندها كراش عليه وهو مش معبرها او هو اللي سابها فهي لسه ما استنفذتش اللي هي عاوزها ما وصلتش لاخر السلم يا حرام فهي عملت عاية على كده دقا كده بص حواليك وانت هتشوف ازا كان الكلام الاستنتاج اللي انا بقوله ده ممكن يبقى دقيق ولا غير دقيق وتبقى اقول لي في التعليقات لراية ايه طبعا الكلام ده لأي حد يعني مش فاميليير بعالم المرأة هي بصد منه ودايما السردية التقدمية اللي بيضمتها حط therapy وفرق الفرقات مش بين رجل وساتك مفيش فرق بين هما الاتنين واحدALLY الفرق بين شخص وشخص ليش جنس و aquacdu طبعا ده كلام لا هو مطابق للواقع ولا للعلم ولا للسيكولوجي ولا لأي حاجة فيه اختلافات جزرية بين الجنسين وازاي تكونوا وحتى فيه كتاب بسيط قوي يعني كتاب مش فلسفي يعني اسمه رجال من المريخ ونساء من الظهرة واحد من المريخ او الثاني من الظهرة يعني مش فاكه اكون تقريته زمان وده كتاب سهل وبسيط ما فيهوش يعني عواصل اللي بيحب يقرأ فهما جنسين مختلفين في طريقة رؤيتهم للاشياء وفي طريقة تعاطيهم مع الامور وهو ده اللي يمكن اللي بيخلق الصراع ما بينهم دايما بس هنا فيه سؤال مشروع هيطرح نفسه طب ما واحدة يقولي طب ما احنا اهلينا كانوا بيستمروا للأبد وما بيحصلش التقافز او القفز من العلاقة ده طب ايه اللي تغير يعني شمعنا طيب اول حاجة لازم تعرفها ان الضوابط الضوابط الاجتماعية الضوابط الدينية المرأة لو ما فيش ضوابط تشكمها هتشوف طبيعة المرأة على حقيقة انا عارف ان ده كلام صعب بس هي ده الحقيقة انا ما عنديش وقت افلطلك الامور او افلطلك الامور هي كده خدها في وشك المرأة لو ما فيش ضوابط تشكمها هتشوف وش تاني للمرأة غير اللي انت بتسمع عنه في الاعلام فالمجتمعات زمان كان فيها ضوابط ابوية فممكن هي امك تبقى عايشة مع ابوك وفعلا استنفذت المصلحة بتاعته منها منه يعني لكن هي مش هتتقافز لان في عواقب في خسائر في اضرار فبالتالي هي بتطلع الباقي بقى نكد عليه فده ممكن الحاجة التانية والمهمة ان فيه ضوابط داخلية على الانسة الانسة دي مش كلها كده لا معه فيه امرأة سامية امرأة متسامية فيه ست كويسة طب ليه دي طلعت كويسة وليه المعظم مشكلة لان الكويسة دي بتبقى طلعة من بيت في اب strong virtuous man الرجل القوي الفاضل فبتبقى متشربة القيم الزكورية زي افكاء العدالة النزاهة الوفاء الوفاء على فكرة قيمة زكورية مش زي ما بقول لكم هي مش قيمة انسوية خالصة فالقيم دي هي بتبقى متشربها من الاب فبالتالي ببقى عندها ضوابط داخلية تخليها تقدر تثبت الغريزة التقافز دي اللي تكلمنا عنها بالتفصيل في الحلقة بتاعة الغيرة الجنسية حتى لو ما فيش ضوابط داخلية او ضوابط مجتمعية في حسابات المكسب والخسار لازم عشان تقفز من علاقة او تتقافز لرجل اخر لازم بقى فيه مكسب اكتر او خسائر اقل فده موضوع مهم فممكن مثلا واحد مراته وصلت سن معين خلاص مالهي السوق هتقفز من العلاقة تروح فيه انما هتلاقي نفس الوحدة دي لما تسافر مع جوزها اوروبا مثلا وتعرف ان القانون هناك بيدي امتيازات مالية واجتماعية للمرأة تقفز من العلاقة تطلب الطلاق خلاص انا مش عايزك قيمتك مالهيش لازمها انت استنفذت قيمتك من زمان وانا كنت قاعدة معاك عشان مفيش فرصة احسن او لو خرجت من العلاقة هيبقى فيها خسائر لكن دلوقتي انا عندي مكسب فبالتالي بتقفز من العلاقة ولو افترضنا اللي انا قلته صحيح ان صورة الاب في البيت مهمة جدا في تكوين الانسة وفي سلوكها الجنسي وسلوكها ناحية الزكور فبالتأكيد نقدر نستنتج ان في العصر اللي احنا عايشينه النساوي ده الاجيال الجديدة عشان كده بتطلع الرجالة اكسر ضعفا والستات اكسر انحلالا لان مفيش فزر لفجر القيم دي بتاعة السترونج فيرشو اسمان بتختفي وده طبعا بفعل فعل واتكلمنا عن ده في حلقات قبل كده فمش هنعيده وهتلاحظ للغرابة رغم كل التقدم والتقدمية والسرعة بتاعة الحياة والادعاءات بتاعة الحقوق انما احنا حقيقي بنرتد العصر بدائيا الانسان بيرتد الى طبيعته البدائية وبيتحرر من كل حاجة عشان يتحول لمستهلك يخدم مصلحة الناس اللي هما ورا الخلفية في السطار ورا السطار اللي هما بيتحكموا في الاقتصاد والاعلام يعني انت بص على الاعلام او على السوشيال ميديا هتلاقي ان عبارة عن سوق جواري كل جارية عرضة وحطة لكيافة لأعلى سعر وسوق الجواري ده طبعا في مصلحة الناس اللي بيحكموا العالم والاقتصاد لان السوق ده يؤدي للاستهلاك ما هي عشان تعرض هي محتاجة لبسو ميكياج وعشان تقارد نفسها بالجارية التانية شوف دي مسكة شنطة ايه وانا مش مسكة شنطة ايه وهكذا فدولة هيشتروا وهو ده المطلوب وتلاقي بعد كل ده يقولك انا سترونج اندبندنت ومش عارف ايه طبعا كلام فارج يعني ممكن تلاقي بنت امكانياتها المادية محدودة بس تلم كل الفلوس اللي معاها وتشتري لبس وتشتري ندرد شمس وتشتري مش عارف ايه وتروح في مكان غالي مع صاحباتها وتتعمد تتصور هناك عشان تحط صورها خلي بقى كوا ده نعم الفلتر يعني هي بتقول انا كجاريا لو حد هيصطبني لازم يبقى اعلى من المستوى ده تخيل انت لو شاب فقير او في مقتبل حياتك معاكش فلوس وشفت واحدة لابسة لبس شيك جدا وقاعدة في مكان غالي جدا انت مش هتكلمها هتخاف تكلمها وهو بالزبدة المقصود هو نعم الفلتر فده احدى الاساليب في الشقت اللي بيستخدموها وده يدل ان الموضوع ملوش لا علاقة بالسترونج اندبندنت ولا حاجة هم برضو ستيل بيستخدموا الرجالة وبيستنفذوهم زي قاعدة بريفولت مقالة وزي ما طول عمرهم من بداية الخليقة بيعملوا فهي كل موضوع النسائية ده اكاذيب من وجهة نظر وبرضو الكلام ده هيترح سؤال شرعي تاني طيب ماهو برضو الراجل مش ملاك ماهو الراجل لما امراته بيستنفذها وبرضو ماهو بيزهدها صح طبعا لكن احنا قلنا ان الزكور المفروض او الرجال يعني عندهم بتبع عندهم انواع من القيم زي الشعور بالمسئولية فهو حتى لو مش عايزها مش هيبهدلها انا بتكلم على المفروض مش اللي بيعملوا بعض الزكور اللي هم لا ينتموا للرجولة بصفة بشكل من اشكال يعني تمام فهو حتى لو مش عايزها هو مش هيبهدلها هو برضو هيحفظ على مشاعرها انما المرأة ما عندهاش الحس المسئولية ده تجاه الرجل نهائي هي عندها مسئولية تجاه نفسها وتجاه النسل هي مشروحها ذاتي احنا قلنا المرأة هي الطبيعة هي شايفة اننا المحور مش الراجل الراجل ده اداة وقلنا ان انت متدارش تعترض على ده لان انت اخدت حقك منها لما كانت امك دلوقتي انت دورك تبقى الاداة تمام؟ اللي تختار بقى تلعبوا لما تلعبوش ده موضوعك انت انا ملياش دعوة لكن اقصد اقول هي دي تبايع الامور الحقيقية يعني هو السؤال الوحيد الشرعي اللي انت مفروض تسأله لامك هو ليه يا ماما انت ما بيعلمتنيش الحاجات اللي بيقولها اهاب؟ ده سؤال مهم يعني انت بتلاقي المرأة عمرها ما بتعلم ابنها عن عالم المرأة طب ليه صحيح؟ ما يعرفوش المعلومات دي؟ ده سؤال شغلني جدا ولا هم عارفين بس هم عندهم غريزة الحفظ الاسرار دي لان دي الادوات بتاعتهم اهم من غريزة الامومة مثلا انا مش عارف الحقيقة الاجابة يعني ممكن كل واحد يسأل ويبقى يكتب لي الاجابة في التعليق عشان اعرف لان انا مش عارف السبب مش قادر افهمه وتلاقي حتى بعد الجواز الموضوع اتحول الى حرب بين الحامة والزوجة ومين اللي قاعد في النص الترتور اللي هو حضرتك هم اللي اتنين فاهمين بعض ولاد كار فبيحدفوا بعض وانت قاعد تتلقى السواريخ من هنا ومن هنا طب ليه طب انت ما كان ممكن تعلميه وتسيبيه هو يتعامل ده سر من الاسرار اللي انا عمري ما قدرت افهمها لكن عموما اتمنى ان المعلومات ما تكونش صدمة بالنسبالك واعمل حسابك ان المرأة متى استنفذتك تاني خالص ليها ممكن تلاقيها بتطلع اسرارك برا بتسمع صاحبها رسيلك ويعودوا يسخروا منك بعد اما انت كنت حاجة عظيمة او كبيرة بالنسبالها لو انت مثلا واقف اصادها في المحكمة هتلاقي كائن تاني خالص غير اللي انت تعرفه ما تستغربش هذه هي طبايع الامور دي سنة الحياة كل الحكاية ان انت ما كنتش تعرف دلوقتي مفروض ان انت عرفت او على قل اتدعي ان انا عرفتك برضو في الاخير عاوزين نقول ان الحلقات دي مش هدفها كراهية النساء قلنا الكراهية ضعف والضعف يتنافى مع الرجولة احنا الهدف ان احنا بنعلمك عن هذا الكائن عشان تتفادى ان انت تلبس في العمول فالاخوة السنبات اللي ممكن انا بشوفهم مع ابتو الريد بيل بيجيلهم بواسير بيعودوا انت اكتر واحد محتاج المحتوى ده على فكرة اللي زي انا عارفه مش محتاجه وانا كل بيحصل ده مش فارق معايا خالص على فكرة انت اللي محتاجه فلما تشوف حد بيحاول يعلمك حاول تتعلم وما تشتموش على اقل خد كلامه واعتبره ويمكن يطلع صح فاحنا بنعلمك عن هذا الكائن عشان المرأة احنا ما بنقدرش نستغنى عنها احنا ما بنقدرش نعتزيلها المرأة هي الحياة والمرأة هي اللي بتخلفنا على فكرة عجنانة وخبزانة بس المرأة زي الطبيعة كده الطبيعة يعني انت لو دخلت غابة هتلاقي فيه حاجات جميلة في الغابة هتلاقي فيه عصافير ملونة وهتلاقي برضو فيه تعابين وحيوانات مفترسة لكن انت لما تدخل الغابة وانت فاهم تتعامل مع الغابة ازاي هتحبها مش هتكرهها على فكرة وهتبقى ملعبك هو ده الهدف من حلقات الريد بيل مش ان انت تكرههم لانك تفهمهم زي ما هم وتعرف تتعامل معهم زي ما هم وتتفادى ان انت تلبس في العمود ايه لازا كنت عاوز تلبس في العمود ده موضوع تاني وطبعا للأسف ان المجتمعات اللي بتتبنى الفكر الأمومي او النسوي زي في الغرب او داخل عندكم دلوقتي في مصر حتما بتحصل حرب بين الرجل والمرأة حرب سيطرة وحتما هتلاقي ان الزكور زوي الموارد او الاسكية بيمتنعوا عن الارتباط مش عن المرأة عن الارتباط فرق كبير لان زكر العلي القيمة او اللي بيعرف ستات بيبقى عارف الكلام اللي احنا قلناه ده فبقول لا انا مش هيتم استخدامي كأداة فبالتالي اللي بيفضل هم الزكور اللي مش عارفين الحاجات اللي زي دي وهما دول اللي بيتم استخدامهم والموضوع هتحول لحرب وحتى لو انت مش مصدق هتلاقي ان مثلا لعب كورة شهير علاقة اه لكن جواز لا عشان ينفد من الموضوع بتاع الفخ بتاع القوانين النسوية او ممثل بدون ذكر اسماء تلاقيه بيدعو للليبرالية والحرية وحرية المرأة بس بيرفد يعترف ببنته طب ليه لان هو في حقيقة الامر هو عارف الانثة اللي بقت ام البنته دي عشان يلعب عشان يخش في علاقة جنسية لكن هو عمره ما كان شايفها استثمار جيني لان اللي بتنتهج المنهج النسوي عمرها محد ما فيه ذكر سوان اعترف بده او ما اعترفش بده بيشوفها مجال للاستثمار جيني الوحيد اللي ممكن يستثمر فيها هو اللي مش فاهم حاجة عن الستان فطبعا ده بيقود الى الحرب بين الاجناس الحرب اللي انا شخصيا لا ادعمها لكن هي موجودة شئنا ام ابينا واتمنى ليكم عيد سعيد وكل سنوان طيبين واشوفكم بعد العيد ان شاء الله وشكرا نشوفكم في حلقة الجاي اشتركوا في القناة